اشتركوا في القناة فالله تبارك وتعالى أنزل كتابا عظيما هو خير الكتب وخير ما تنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفيه عقائدنا وفيه شرائعنا وفيه هدايتنا ولذلك هو كتاب موجه إلى الناس لا ليزينوا به بيوتهم ولكن ليزينوا به قلوبهم ويتعاملوا معه على أنه الكتاب الأقدس والكتاب الأعظم الذي هو دستور الأمة والذي لابد أن يكون دستورا لكل واحد من المسلمين ولهذا فإن القرآن الكريم جعل الله له ثوابا عظيما في قراءته وفي حفظه ولمن يهتمون به ولمن يقومون على شأنه فقال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والله تعالى يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة ومن أعظم الذكر كلام الله رب العالمين الذي يخاطبنا به هداية وإرشادا فتلاوته لمن يفهم العربية ولمن لا يفهمها إنما له أجر عظيم حتى ولو كان الإنسان غير عالم باللغة وغير قادر على فهم المعاني مجارد التلاوة ومجارد إعادتها بركة للنفس وبركة للمكان الذي يقرأ فيه القرآن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شعره ويتسع بأهله والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يكثر شعره ويقل خيره ويضيق بأهله ولذلك تكفل الله العظيم بحفظ هذا الكتاب حتى ولو أهمل بعض المسلمين وقد وكل حفظ الكتاب إلى نفسه ولم يكله إلى أحد من البشر فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهذا هو الذكر الذي هو كلام الله رب العالمين جل في علاه وقد اهتم المسلمون ابتداء بكتابة القرآن وتدوينه منذ نزوله فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبونه في أرقاع ولهم صحف كانوا يكتبونها حتى يسر الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جمعه جمعا أوليا ثم يسر لعثمان بن عفان رضي الله عنه أن يجمعه الجمع الكامل الذي بين أيدينا في هذه الأوقات ويسر الله المسلمين دائما لخدمة كتاب الله تعالى فقد اخترعوا التشكيل هذا التشكيل الفتحة والضمة والكسرة ولم يكن لها وجود بل التنقيط لم يكن له وجود النقط يعني الجيم كانت تكتب مثل الحاء ويكتبان مثل الخاء والفاء والقاف كل هذه الحروف المنقوطة لم يكن النقط معروفا لأن العرب بسليقتهم والقرآن قد نزل بلغتهم كانوا يفهمون المعاني ويعرفون أن الكلمة لا بد أن تكون هكذا ولا يمكن لها أن تكون شيئا آخر فلم يكونوا محتاجين لا إلى التنقيط ولا إلى التشكيل حتى إذا دخل في المسلمين الكثيرون من غير العرب وهم لا يعرفون اللغة ولا يعرفون بلاغتها وجب هنا التنقيط ووجب هنا التشكيل وبعد مدة وجب أن نبين مواضع الوقف ومواضع الوصل في القرآن والأماكن التي لا ينبغي للمسلم وهو يقرأ القرآن أن يقف عندها إن الذين خدموا القرآن عبر التاريخ خلق كثيرون لا يعدون ولا يحصون وبدأت طباعة المصحف الشريف فأصبح في يد الناس سهلا بعد أن كان متعذرا بعد أن دخلت المطابع إلى بلاد المسلمين فأصبحت نسخ سهلة ثم أصبح تفنن في الطباعة حتى رأينا الآن هذه الطباعة التي يكتب فيها اسم الله بلون مختلف تسهيلا أو يكتب التشكيل بألوان مختلفة أو يوضع لون للحرف الذي يجب أن يغن أو أن يمد وكل هذه فنون تفنن فيها المسلمون حتى يسهلوا القراءة الصحيحة للقرآن لأنهم يقدسون القرآن ويعرفون قدره وهذا من فضل الله رب العالمين ثم حين بدأت وسائل الاتصال المتنوعة عني المسلمون بإيجاد الإذاعات راديو الذي يقرأ فيه القرآن فأصبحت هناك إذاعات تهتم بقراءة القرآن فقط وليس فيها شيء آخر بعد أن كانت الإذاعات العادية إنما تزيع القرآن على فترات متقطعة وحتى قبل أن تبدأ مراحل التسجيل وكانت القراءة على الهواء مباشرة كانوا يأتون بأحسن القراء وأندى الأصوات كما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن من صوت الندي وكما أمرنا وقال حسنوا أصواتكم بالقرآن وكما أمر الله تعالى فقال ورتل القرآن ترتيلا يعني لا تقرأه على النحو الذي يتكلم به الناس كلاما عاديا وإنما لابد أن تميز القرآن تمييزا له عن سائر الكلام لأنه كلام الله وإن بعض الذاكرين إنما يقرؤون بعض الأشعار وبعض المدائح وبعض كلام الصالحين إنما يقرؤونه على طريقة قراءة القرآن وكأنهم يجودونه ولا أظن هذا صحيحا لا أظن أنه يمكن أن نعدل بكلام الله شيء وإنما نسأل الله يعني أن يعين إخواننا على أن يرجعوا عن هذا وإنما يقرؤون أي كلام غير القرآن بطريقة أخرى غير طريقة قراءة القرآن تمييزا لكلام الله عن كلام الناس وتربينا منذ الصغر على قراءة كبار نسمع لهم فيدخلون قلوبنا وإن من أصعب ما يعانيه المسلمون في بلاد الغرب وشباب المسلمين يعني أنا تعلمت التجويد مثلا وأنا في الجامعة لم نكن ندرس التجويد أبدا ولكنه لم يضف إلي أي شيء إطلاقا لأن القراءة كانت صحيحة منذ تعلمنا في الكتاب ثم كان الاستماع إلى القرآن استماعا طويلا وكنا نميز هذا الشيخ عن هذا الشيخ ولكنهم كلهم كانوا يحترمون قواعد التلاوة وإنما كانت لهم فنون أخرى لا علاقة لها بالقواعد الأصلية فالمد لا يختلف من شيخ إلى شيخ إلا أن يأخذ بطريقة أيسر فمنهم من الكل يلتزم بالمد المتصل وليس الكل ملتزما بالمد المنفصل حسب نفسه وقدرته ولهذا هذه خلافات مقبولة لأن المد المنفصل ليس إجباريا كالمد المتصل ولهذا فقط كان التمايز في هذا أما حركات المد وطول المد كل هذا لم يكن يختلف فيه أحد وقد يعجبك هذا الصوت عن هذا الصوت تعجبك هذه الطريقة هذا الشيخ يبكيك وهذا الشيخ يعني طريقته في القراءة وطريقة الوقف فيها قد تضيف إليك معاني لم تكن تتنبه إليها وهكذا فكنا نستمتع بهذه القراءة وكان على الأقل في الراديو على الأقل لكل الناس تستمع على الأقل إلى ساعتين من القرآن في اليوم وكنت تمشي في الطرقات في بلاد المسلمين فتسمع المذياع من هنا ومن هناك الكل يفتح على القرآن المعلوم معاده في الإذاعات العادية حتى كانت إذاعات القرآن الكريم أصبح كثير من الناس يفتحونها ويعني كانت هناك مبارزة ليس هذا مجال الكلام عنها مبارزة بين الأماكن التي تزيع القرآن الكريم والبيوت التي تزيع القرآن الكريم والأماكن والبيوت التي تزيع الغناء وهكذا فكان هذا يرفع وهذا يرفع ثم يتأدب الذي يزيع الغناء إذا كان القرآن يقرأ ويذاع في هذه اللحظة ثم منى الله على المسلمين بقنوات فضائية متخصصة في القرآن تأتي للناس بأجود الأصوات وأحسنها وأنداها واشتهرت بلاد معينة خاصة في قراءة القرآن الكريم من فنون التي تفننوا فيها في تحسين الأصوات وإطالة النفس وغير ذلك والتأثير في القلوب بالتركيز بالإعادة على معاني معينة فكانوا يعيدون ويكثرون من الإعادة في وصف أهل الإيمان وفي وصف الجنة فإذا مروا على النار مروا مرورا سريعا وفصلوا في ذلك بينما يقرأوا قراءة بصوت من القرار أو بالجواب فأصبحت لذلك فنون يعرفها أهلها نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يمدنا بمدد من عنده وأن يجعل ساعات أنسنا هي ساعات الأنس بالقرآن وساعات الأنس بالله وساعات القرب من الله أسأل الله أن يغفر لي ولكم نحن لم نتم الموضوع بعد ولهذا فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما زلنا نتكلم عن القرآن الكريم وعظمته وهو الهدية العظمى التي أهداها الله لبني آدم وهي الرسالة التي حملها خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مما يؤسف أن بعض الناس إنما يتخذون القرآن حلية في بيوتهم دون أن يفتحوه للقراءة ودون أن تتصل به قلوبهم وإنما يجعلوه زينة للدلالة على أنهم مسلمون في هذا بعض خير لأنه حب للإسلام وحب للانتساب إلى القرآن الكريم ولكن هذا لا يكفي بل قد يسيء أحيانا إلى القرآن الكريم إن اتخذ فقط للزينة أو للتباهي إنما هذا القرآن أنزل ليقرأ وليتلى وليعمل به فهو دستور الله المهدى إلى الناس ولهذا إني أنصح إخواننا أن لا يفعلوا ذلك وبعض الناس يضعون القرآن العظيم تحت رؤوسهم حتى يكون لهم حفظا والقرآن أعلى من ذلك وأعظم من ذلك فأنت لو تلوته ولو واضبت على أذكار الصباح والمساء التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر بها القرآن فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب حين تسبح في هذين الوقتين إنما يكفيك الله شعر الإنس والجن وإن سبحت وأعظبت على ذكر الله بالليل فلذلك أجر عظيم وهذا القرآن فيه شفاء للناس إنما يقرأ منهما يتخذ رقية فيقرأ على رأس المريض من القرآن والفاتحة قد قرئت كرقية وآية الكرسي أحيانا تقرأ على الطفل وتهرب منها الشياطين وخواتيم البقرة وآخر الصور يعني الإخلاص والمعوذتان هذه تقرأ فيحفظ الله بها البيوت والبشر من شر الجن ولذلك لا بد أن يتعود الناس على قراءة القرآن ثم ما أعظم أن يتجالس المسلمون في حلق القرآن والتي سميت حلق الذكر ففيها القرآن وفيها ذكر من غير القرآن من تسبيح وتهليل وتحميد وغيره هذا كله مطلوب للمسلمين بركة في قلوبهم وبركة في حياتهم وقد يسر الله لكثير من أهل الإسلام أن يعينوا في نشر القرآن الكريم وفي النفقة على المصاحف وبثها في بلاد المسلمين المختلفة وفي البلاد التي فيها جاليات إسلامية ويسرت لبعض البلاد فضلا من الله ونعمة عليهم وكرامة لهم من الله أن ينفقوا أموالا ضخمة على طباعة المصحف وعلى ترجمته على ترجمة معاني القرآن إلى لغات عديدة كثيرة حتى تيسر منال هذه المعاني إلى مختلف المسلمين الذين لا يجيدون اللغة العربية فإذا كان بعض المسلمين أو كثير من المسلمين وهم الأكثر في الحقيقة لا يجيدون اللغة العربية فلا يعني هذا أنهم لا يقرؤون الحرف العربي ولا يتعلمونه وإنما وجب عليهم أن يتعلموه ليقرأوا القرآن كذكر ثم تترجم لهم معانيه حتى يتعلموا آداب القرآن وبركة القرآن ويأخذوا من أنواره ويتعلموا شرائعه ويتعلموا هديه كله فهذا كذلك من فضل الله ومنذ بدأ القرآن في النزول كان النبي يحفظه في ساعته ثم كان يراجعه مع جبريل ثم كان يراجعه مع جبريل كذلك في وقت محدد في رمضان حتى كان آخر رمضان للنبي صلى الله عليه وسلم فراجعه معه مرتين صلى الله عليه وسلم فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر كان يحافظ على حفظ القرآن وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم وهم خير القرون فأولى بالمسلمين أن يهتموا بحفظ القرآن وقد اهتم المسلمون في سائر أزمانهم بتعليم أبنائهم منذ نعومة أظفارهم منذ أن يبلغوا رابعة على حفظ القرآن الكريم وبه تتقوى ذاكرتهم ولقد رأينا كثيرا من العلماء الذين تعلموا في الأزهر مثلا في مصر وأتوا إلى البلاد الغربية هنا في بدايات القرن الماضي في بدايات القرن العشرين بل وفي القرن التاسع عشر فلما أتوا هنا وحافظتهم قوية وقدراتهم عالية ولم يكونوا يعرفون شيئا من اللغة الفرنسية فبدأوا يتعلمونها ولكن هم عندهم من النطج العلمي ومن المعرفة الدينية الكثير فكان عندهم اقتدار على فهم الفلسفات الأوروبية بمختلف فروعها وبمختلف طرائقها وكان عندهم فهم قدرة على فهم الآداب بدقتها وبدقة معانيها هنا حتى تفرغوا فيها وبرزوا فيها حتى كنا نرى من علماء الأزهر من ينتقد الفنون الغربية وعنده قدرة على النقد قوية جدا لأن هذه الملكة موجودة فيه أصلا اكتساب اللغة ليس مشكلة المهم هو الاقتدار العقلي الذي تتعلمه بعلم الدين وبمناقشات علوم التوحيد والعقيدة وكذا فكل من برز في هذا يسهل عليه الفهم وكذلك الفقهاء الذين تعودوا على المناقشة وعلى القياس والعقلي كل هذا أعطى المسلمين قدرات عالية ولهذا فالقرآن يقوي ذاكرة المسلم من الصغر وبعض الناس يعيبون على التعليم في بلاد المسلمين أنه يهتم بالحافظة فقط ولا يهتم بالشرح وهذا عيب لا شك فيه ولكن هذا لا يعني ألا نهتم بالحفظ فكل من حفظ القرآن وكل من حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكل من حفظ وفهم أشعار العرب القديمة عنده قدرة سريعة على الاستدلال وعلى تقييم الأمور وعلى معرفة الصحيح من السقيم لكثرة خبرته باللغة ومعرفته بالصحيح والسقيم لغويا ودينيا فهذه المعرفة تقوي قدرة الإنسان على الحكم على ما حوله ولهذا ينبغي للمسلمين أن يزيدوا من اهتمامهم بتعليم الأطفال القرآن وهذه مشكلة نعيشها نحن هنا في الغرب هذه مشكلة كبرى ولقد نظر أناس أنفسهم وأصبحت هناك هيئات وهناك كل المساجد تعلم القرآن ولكن هذه المساجد كل مسجد يعلم ارتجالا وعلى طريقة الذين يعلمون فيه ليست هناك طريقة جامعة وكثير من الذين يعلمون القرآن حفظوا القرآن وهم كبار أي لا يعرفون فنون تعليم القرآن منهم من حفظ القرآن من المصحف فلا يدري كيف يجمع ولهذا أنا اقترح طريقة سهلة جربتها في مساجد كثيرة وآتت أكلها فإن من الصغر الأولاد قبل أن نعلمهم التجويد وهذا صعب على الصغار وعلى المبتدئين إنما يجلس المعلم هكذا يقرأ الآية أو المقطع من الآية الذي يناسب سن الذين يتعلمون يقرأه خمس مرات فيستمعون إليه ثم يعيدونه عشرين مرة وهذا لا يأخذ وقتا كثيرا وإنما يصحح لهم الشيخ حتى إذا بلغوا مبلغ الكتابة علمهم الكتابة كما كنا نتعلم فيملي عليهم القرآن إذا كبر سنهم شيئا والذي يكتب من الإملاء الذي يأخذه من الصعب أن ينساه ثم يتعودون مراجعة ما مضى مما حفظوا وهذا أصبح من الطرق البعيدة ولذلك يحفظ الناس كثير من الناس يحفظون القرآن ثم ينسونه بسهولة والله ورسوله إنما يدفعاننا لحفظ القرآن ولقراءة القرآن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران فالذي لبي يتعلم القرآن في صغره وأعرف القراءة والكتابة لا مانع من أن يحفظ آية وآيتين وثلاث آيات في اليوم على قدر استطاعته ولقد رأيت من الفرنسيين المسلمين إقبالا على القرآن حتى في سنهم الكبير فيحفظونه بقوة وكان بعضهم يطلب مني وأنا لا أريد أن أشق عليه وهو يريد أن يحفظ معي هكذا أو أن أراجع له حفظه فمثلا يقول الهمد لله رب العالمين مثلا فأتركه أقول له يا أني أحسن لو استطعت أن تقول الحمد فيعيد ويعيد ويجدها صعبة فأضرب صفحا عن المسألة فيقول لا لا تتركني هكذا فهذا كلام الله وإنما اصبر علي حتى أقرأه على وجهه السليم نحن أولى بذلك إن شاء الله وفيهم الخير الكثير وهذا من علامات حفظ القرآن إذا كان الذي يتعلم من غير بني جلدتنا يعني من المسلمين غير الناطقين بالعربية إذا كانوا يتعلمون القرآن ويحافظون ويريدون المحافظة ويعني يبذلون في ذلك المشاق يريدون المحافظة على مخارج الألفاظ فهذا أيضا من علامات حفظ الله تعالى لكتابه العزيز أنه لم يجعل الناس يتساهلون في حفظه ولقد أصابني أسا كثير وأنا يعني أزور بلادنا فرأيت كثيرا من الشباب يخطئون في التشكيل في الفتحة والضمة والكسرة مما قد يغير المعنى ويفسد المعنى الذي أنزله الله فيا أيها المحفظون ويا أيها المعلمون لا تتساهلوا وابذلوا الجهد الكامل لتعليم القرآن فقد جعلكم الله تعالى يعني جعلكم الله مسؤولين عن تحفيظه وإنني أطلب من أغنياء المسلمين وأثريائهم أن نفق على الطلاب الفقراء الذين يحفظون القرآن وإطعامهم ولو دعي الفقراء إلى القرآن وأكلوا من الطعام كل يوم ما تركوه أبدا فإن منهم من يترك القرآن ليعمل أي عمل قليل حتى يتقوت به أسأل الله أن يعيننا ويعينكم ويعين أهل الإسلام على القيام بحقوق القرآن وأسأله أن يغفر لي ولكم وأسأله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن وخاصته ولا تنسونا من صالح دعائكم غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر